بطبيعة الحال الإعلام العبري ما زال ينشر الفيديوهات والصور التي يتم نشرها من الإعلام العربي خاصة بموضوع الإغتيالات ولكن كان هناك تعليق واضح وصريح من الجيش الإسرائيلي عندما تبنى حقيقة هذا الإغتيال وحتى الصحف الإسرائيلية والقناوات منها قناة الثانية عشر العبرية تتحدث عن هذا الإغتيال بشكل كبير اشتركوا في القناة